ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر لها أنضيف الطابع التراثي على الطابع الحديث أو المودرن وإلى جانب الأنشطة الثقافية المتنوعة تعود مساحة الرواق الفنون من جديد لتثري هذا الموسم من ربيع الثقافة عبر معرضه ما بعد الخيال المنامة والذي يصلط الضوء على الحيز الذي يعتر السرديات المشتركة والتصورات الشخصية والتاريخ السائل للمنامة وفقا لرؤى خمسة فنانين في هذه المعرض عندي عمل فيديو والعمل مبني على قصة أو تجربة صادتني في المنامة وهي أن لي أصدقاء مهتمين بالموسيقى الشعبية في البحرين من المحرق وكانوا يخبروني بأنهم ذكرياتهم عن المنامة كلها ترتبط بالطقوس الزار في المنامة مع أن أنا شخصي عمري ما شفت طقس الزار أو في المنامة خاصة فكانت الموضوع أني رحت بحثت عن هذه النوع من الطقوس في ليلي من ليالي وما حصلتها فكتبت عن فشلي في إيجاد هذا النوع من الطقس بس في نفس الوقت الموضوع يتعلق بالبحث في المنامة وفي نفس الوقت البحث عن الذات في المنامة فعرضت في فيلم يعني ويقدم المعرض تأويلات متنوعة لمدينة المنامة والتي تأتي كناثرة مغايرة للحنين إلى ماضيها حيث صلت الفنانون المشاركون في المعرض الضوء على الانطباعات التي تركتها المنامة في ذاكرة البحرين بالنظر إلى تعددياتها التاريخية التي تشكلت عبر الأهمية الجغرافية للمدينة بوصفها مكانا لراحة التجار المسافرين عبر طرق التجارة التاريخية